السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الاثنين ثمنتعاش آذار مارس القمر اليوم بما أنه موجود في برج السرطان ورحي ظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة سبعة واثنين وثلاثين دقيقة مساء يوم الثلاثاء اللي هو يوم الغد لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد القمر الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورحي ظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة عشرة وصد دقائق صباح يوم الاثنين بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل القمر بما أنه موجود في برج السرطان معناته التأثيرات على جميع الأبراج خلال هذا اليوم منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط ومنحاول خلق جو من الأمان إلا ولا أحبائنا ولا أطفالنا إحنا بالفترة هاي من ميل القيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض مننا يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام ومراقبة أكلنا وشربنا لأنه بالفترة هاي شهيتنا بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع أو الاهتمام بأطفالنا أكثر وقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطر على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة واربع وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان برضو بتمنحنا العطف والمودة ومنح ضاب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كما إنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة 2 و28 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هي مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين يعني ممكنت هيك عندهم ضغط نفسي فممكن تعرضهم للحوادث ما منحسن التحكم في أفكارنا ولا بكلامنا ولا بذاكرتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثادي غشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئى والصفاق اللي هو الغشاء اللي بيغلف جدار البطن الداخلي بيغطي الأعضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللي انفاوي وعظم الصدر هذه الأعضاء هي الأكثر حساسية وإذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي انراجع الطبيب أما بالنسبة للعمليات الجراحية فما مننصح العمليات الجراحية الكبرى لهاي الأعضاء إلا إذا كانت اضطرارية باقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصفغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم اللي هو يوم الغد الثلاثاء بابدأ الساعة ستة وواحد وخمسين دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة سبعة واثنين وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره ثمان أيام في تمام الساعة تسعة واثناشر دقيقة صباحا بصير تسعة أيام نسبة اللضاء سبعة وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة منتحسة بنسبة خمسة وعشرين في المية القمر في السرطان حتى يوم سبعتاش ثلاثة سعيد الآن بنسبة ستين في المية ساعات الظهر سعيدة بنسبة سبعين في المية ساعات العصر سعيدة بنسبة خمسة وعربعين في المية عطارد في الحمل حتى يوم واحد أربعة سعيد بنسبة خمستاعش في المية الزهرة في الحوت حتى يوم خمسة أربعة منتحس الآن بنسبة خمسة وعشرين في المية ساعات المساء منتحس بنسبة 10% المريخ في الدلو حتى يوم 22 ثلاثة منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 15% أورنس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتنهم كل يوم في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم شنو ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذروا من التصرف العدائي وحاولوا برضو إنكم ما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن يعاني بعضكم من الإرهاق النفسي وممكن تسمعوا عتاب أو لوم بسبب إهمالكم أو بعض الكلام الجارة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور ابتنشطوا اليوم في مجال السفر والاتصالات ولكن بدك تكونوا أكثر صبرا على الطرقات أثناء تنقلاتكم هذا اليوم مناسب لا اجتياز امتحان أو مقابلة أو لقاء عاطفي أهم شنك تعبر عن رأيك ولكن بهدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات وما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع الأمور بثقة ومهارة وما رح تهدأ وتيرتك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة اليوم بيعمل لكم مجال لا هيك فرص لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو يحصل على هدية أهم شي إنه تخففوا من النفقات ممكن تناقشوا موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصلوا على التسوي اللي بتحلموا فيها وبتفتح أمامكم أبواب حوار ونقاش بناء أهم شي إنك تبرروا مواقفكم وتوضحوا وجهة نظركم من أي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنتم اليوم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شي إنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة وبتحمل لك هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيد لكم النشاط لحياتكم اليومية ويعتبر هذا اليوم من أجمل أيام الشهر بالنسبة لموليد برج الأسد بيسيطر التعب عليكم اليوم لأن القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل أو المرض خلال هاي الفترة تفشل آمالكم في حصد النجاح وبتخيب آمالكم لتأجيل أو إلغاء في اللحظات الأخيرة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء أن تتجنبوا انتقاد أي شخص لناسبك اليوم العمل من ضمن المجموعة من الزملاء أو الأهل أو المعارف أنت بحاجة للتحالفات وبتفرح لتفاهم الآخرين لإلك وممكن تحصل على تأييد أو تشارك في ورشة عمل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وممكن تشعر وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف ولا بيتعاون معك أهم شيء أنه ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح رغم أنه في بعض القلق والتوتر برج العقرب من نسبة لموليد برج العقرب بتنشطه في مجال السفر والاتصالات لبعيده وهو أهم شيء أن تكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيشوا أجمل اللحظات وأكثرها حظاً بتختفي المنافسات والعذوات وتسهل جميع تحركاتك وبرضو على المستوى العاطف الأجواء ممتاز جداً واللي عنده امتحان أو مقابلة برضو بتدعمه بشكل قوي جداً واللي بيشتغله في مجال الاستراد والتصدير عشان هيك ما تقفوا ساكن وتحرك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنهمكوا في ضبط جونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه فيه فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهميش أنك تتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع لعيادة بعض الأمور لن يصابها حاذروا من مخالفة القوانين والتعليمات ولا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تتعالج موضوع مالي وإداري أيضاً من نسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة امحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل أو العاطفة هاي فترة فيها بعض التوتر لأن القمر موجود مقابلك تماماً فممكن تتورط في أزم ماه فبدك تكون حذر ممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين أهم شيء أنك ما توجه أي انتقاد لأي أحد ويبعد عن المشاكل برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وحاولوا أنكم ما تدخلوا في أي مواجهة مع زميل في العمل أو مع أشخاص لهم علاقة بالعمل زي زبائن مثلاً غير الأولويات إذا دعت الحاجة وما تعاند باكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمل وعشان ما تضطر للعمل وقت إضافي برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم هذا اليوم بقدم لك فرصة مناسبة للمصالح أو للتسوي وكذلك للتعارف والارتباط نشطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضاً ممتازة جداً هذه فترة إيجابية لازم تستغلها بكل طاقتك لأنها تعتبر من أقوى الفترات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر